بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقر كيميو عضية 1 وسنمر إلى الجزء الثاني من المحور الرابع حيث سنقوم بشرح معنى الإنانتيوميرات وكذلك كيفية التشكل الهندسي لكرام معنى الإنانتيوميرات هي مركبات كيرالية إحداها سورة الأخرى من خلال مرآت إذا أخذنا مثلا مركب كيرالي سورته من خلال مرآت إذن هذا A1 وهذا A2 إذن هذين المركبين يسمى إينانتيوميران أو إينانتيوميران إينانتيوميران إذن إينانتيوميران إذن هذين المركبين لهم نفس الخصائص الفيزيائية درجة الانسهار الكثافة رقم الكينسار وهكذا وغيرها من الخصائص الفيزيائية الإختلاف الوحيد بين الإينانتيوميران هو كيفية إزاحة الظوء المستقطب فإحداها تقوم بإزاحة الظوء المستقطب في اتجاه عقارب الساعة وتسمى يميني الدوران كما سبق وشرحنا في الفارت أو في الفيديو السابق حيث قلنا إذا كان مثلا آي واحد هنا يقوم هذا بإزاحة الظوء المستقطب مثلا إذن يميني الدوران يعني زاوية مع ألف أو موجب ألف فهذا يسمى إذن يميني الدوران ويرمز له بحرف D أو بعلامة موجبة إذن معالة موجبة أو حرف D نقول إذن حرف موجب أمام المركب فهذا دلالة على أن هذا المركب يقوم بتغيير اتجاه ذو المستقطب في اتجاه دوران عقارب الساعة يعني يسمى يميني الدوران كما سبق وقلنا والإينانتيومير الثاني مثلا A2 سيقوم بتغيير اتجاه ذو المستقطب عكس اتجاه عقارب الساعة ويسمى يساري الدوران ويرمز له بحرف L أو بعلامة سالبة يعني A2 هنا يقوم إذن بتغيير اتجاه ذو المستقطب هذا ذو المستقطب إذا مر من خلال هذا المركب إذن سيقوم إذن 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 سيتغير اتجاه الذو المستقطب إذن وبزاوية سالب ألف ويطلق على هذا المركب إذن سالب A أو D أو L L A A2 A2 ويسمى المركبان إيزوميران ضوئي أو متماكبات ضوئية إذن نقول تشكيل المركب العضوي في الفراغ باستعمال الشكل الهندسي لكرام إذا كان لدينا كاربون كيرالية يعني كاربون تحمل أربع روابط مختلفة يعني A, B, C, D إذن سنقوم هنا برسم هذا المركب في الفراغ باستعمال طريقة كرام لرسم المركب يعتبد كرام هنا على رسم المركب باستعمال خط صلب يعبر هذا الخط الصلب عن الرابط التي تشير إلى الاتجاه الأمامي من مستوى الصفحة أو من مستوى الشاشة أمامنا هنا فيشار إليها بهذا الشكل هذه الرابطة الصلبة هذه الرابطة الصلبة أو خط صلب وهذا يشير كما قلنا إلى رابطة أمامية من مستوى الشاشة وكذلك خط مظلل الخط المظلل هو الخط الذي ترونه أمامكم هنا يعني هو الظل الخط الصلب يعني يوجد إذن في الخلف من الشاشة هذا كمان خلف من الشاشة أو في الاتجاه الخلفي لمستوى الشاشة ثم كذلك هناك خطان هذان الخطان هما يوجدان في مستوى الشاشة كما تلاحظون هنا في مستوى الشاشة كما تلاحظون هنا إذن لرسم هذا الكاربون كيرالية بكل بساطة إذن نأخذ الكاربون ثم نرسم إذن خطين على مستوى الشاشة هذان الخطين على مستوى الشاشة لهما زاوية قرابة 109 درجة ثم كذلك خط أمام الشاشة أو خط سلب وخط خلف الشاشة خط إذن مضلل كذلك دائما الزوايا بين الروابط هنا هي قرابة 109 درجات كذلك هنا قرابة 109 درجات كذلك الأمر هنا قرابة 109 درجات إذن هذه طريقة تشكيل المركب باستعمال طريقة كرام